نعم أنا وأنت مجرد لأني أذكرك أو أرسل رقم الحساب لشخص بعينه أطلب منها التبرع لصديق يعني أعرف أن فلان له صديق ولكنه مات أو صديق في حالة حرجة أو صديق يحتاج مريض أو ثم اتصلت على فلان لا أقول كتذبح ذبيحة ولا تحط عشا ولا مجرد يعني الآن لو أقول لك تعزم ناس على أي عشا ولا عشا ولا غدا لأنه بكلف كأقل شيء من خمسين ريال وفيها ترى جايع فالآن في حنا في خمسة ريال جايع جايع ترى لا تجب طالعي عشا ولا غدا ترى جايع هذه الدلالة لأن فلان يحتاج الوقفة معه بالتبرع عنه والله له داخل تمخباته وله إنما يستفيد منها في الآخرة وأنا وإنت كلنا نبحث عن الآخرة أمامنا حياة البرزخ ثم حياة الآخرة وذكرنا إلى أن الآخرة خير من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى يعني دائما كما قيل إلا أننا غربة في هذه الأرض في هذه الدنيا نحن غربة حنا قدمنا أخرج آدم من الجنة وإن شاء الله نعود إلى الجنة أنا وأنت وجميع المشاهدين المسلمين الموحدين أسأل الله أن نكون من أن نلتقي على سرر متقابلين أن نلتقي على رأيك هذه الجنة أن نلتقي على في أماكن لا يوجد بيننا غل ولا حقد ولا حسد الآن يمكن يجي بيننا بعض الأمور لكنها ليست ديداً الصالح وليست ديداً الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى الإنسان يجب أن يكون غنياً عما في أيدي الناس وغنياً ما لكن أنا أحثك فقط على التبرع لنفسك لا تتبرع الإنسان بينك وبينها عداوة إنما جرب أنت بهذه الصدقة أن تزيل ما بيني وبينك يا سلام أن هذه الحسنة تزيل ما في القول لا وجميل واتبع السيئات الحسنة تمحوها إذا بيني وبينك الحسنات هل الصدقة بالريال أو بالريالين تكلفني شيء لا ما تكلفني شيء وكم من القصص نذكر منها أن فيه واحد بينه وبين إنسان خصومة وكان بينه وبينه محاكم ثم لجأ إلى الدعاء له اللهم رده إليك رداً جميلة مجرد هذه دعوة ما بالك عدد لو تصدقت عنه بدون ما يعلم وهذه الدعوة التي في ظهر الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وتستجاب أعظم عند الله منه فما بالك عدد بالصدقة التي يبقى أثرها وتبقى في هذا الوقف وين هو فيه في أفضل بقاع الأرض فأنا أقول لمن يعني لديه صديق أو إنما تذكير عن طريق الواتساب ولا إلا حتى مات حتى تكلمه حتى نتونا قلت تكلمه أنت براشد قلت لا بس بالواتساب وإرسله بالواتساب هذا رقم حسابهم وتكفى بعشر ريال بالواتساب حتى قلت تكلمه بالواتساب وعلمه بالوضع إلا أنك فقط إلا أن نتبرع عن أجدادنا أنا جدي العاشر إلى جدي العاشر لا الله أكبر كل جد اللي مسلم حتى إلى كلهم مسلمين إن شاء الله كلهم من قصبهم والله ما أدري يا عادم قبف الجاهلية ما أدري طيب عندي بس أبو عبد العزيز